السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بخير انا اسراء واليوم رح نسوي صور المصغرة للفيديوهات بموقعين مختلفين ان شاء الله يارب يعجبكم الفيديو وان شاء الله تستفيدوا منو وخلونا اول طريقة اول موقع اللي هو موقع pickmonkey.com رح يكون الرابط موجود في صندوق الوصف هذا الموقع جدا جميل عشان نصمم الصور المصغرة او الصور بشكل عام في نوعين من العضويات بس احنا هنستخدم العضوية المجانية رح نضغط على collage رح نسوي عدة صور مع بعض زي ما انت شايفين نفتح معانا collage رح نحذف الصور اللي كانت موجودة اصلا وبعد كده رح نضغط على add images عشان نضيف الصور اللي احنا نبغاها من الكمبيوتر حقا نختار الصور وننزلها زي ما انتوا شايفين بعد كده رح نروح هذا المكان اللي هو فيه الاطارات والاطارات او التكسيمات فيه اشكال والوان زي ما انتوا شايفين طبعا نختار الشكل اللي احنا حابينه بس فيه اشكال ما يمكن نستخدمها زي هذا اللي عليه تاج لانه بس حق العضاء الملكيين اذا كنت عضو ملكي فهي اتس اوكي بعد كده فيه شي مرة مهم لازم نسويه اللي هو لازم نغير قياسات الصورة نكتب في المستطير الاول المستطيل للثاني سبعمية وعشرين هذي قياسات الصور المصغرة حق يوتيوب مرة ضرورة بعد كده رح نحط الصور بالطريقة اللي احنا حابينه وبعد كده كان يمدينا نعرض الاطار او نحفه و يمدينا نخليه دائري و كذا يعني مقوس الجوانب او حاد يمدينا نغير الالوان زي ما احنا حابين و كان يمدينا نخليه شفاف اذا كنوا نبغى انه يكون شفاف انا عن نفسي خليته ابيض و كذا بعد ما تخلصوا و تكونوا راضين من الشكل اللي انتوا سويتوا بعد كذا ضغطوا على اكسبورت و ادتور عشان نروح على ال ادتور و يمدينا نلعب بالالوان و زي كذا اول ما دخلت على طول رحت على ال اكسبوجر و غيرت الاضاءة و زي كذا عشان افتح الالوان شوية بعد ما تخلصوا اضغطوا على كلمة ابلاي بعد كذا عشان نكتب لازم نروح على كلمة تكست و نضغط هذا حرف تي بعد كذا نضغط على كلمة ادتكست عشان نقدر نضيف الكلمة اللي حيحابينها و يمدينا نختار اي خط من الخطوط اللي على اليسار بعد كذا يمدينا نغير اللون نخلي كلمة شفافة او لا يمدينا نحق تأثير معين و نكبر او نصغر بعد كذا ثاني مرة نضغط على ادتكست عشان نكتب كلمة ثاني بخط ثاني موسيقى 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 بعد ما انتهينا نيجي هذه الفراشة اللي هو ونيجي على هذا الشي اللي كأنه طوب اللي شكله زي الطوب صورة زي الطوب صح نضغط على هذا المستطيل وناخذه ونحطه فوق الكلمة عشان يكون زي طبقة أو حاجة كذا الكلمة تتكي عليها عرفت كيف عشان تكون واضحة يمدينا نغير لونه من هذه الألوان الموجودة أنا قررت أخليه أبيض وخليته شوية شفاف بعد كذا رح أضغط الزر اليمين اللي على الماوس ورح أضغط على كلمة SENT TO BACK زي ما نشايفين الزر اليمين اللي يطلع على الخيارات بالنسبة للكلمة الثانية الموضوع رح يكون شوية مختلف رح نجيب نفس المستطيل ورح نكبر المستطيل رح نكبره وخليه أكبر من الكلمة نرجع ثاني مرة نسوي الحركة اللي هي نضغط يمين الماوس أو نختار كلمة SENT TO BACK عشان تطلع الكلمة على فوق بعد كذا رح نخلي المستطيل شوية شفاف ونغير اللون بعد كذا رح أجي عند المساح أكبرها على الآخر و أمسح المستطيل بشكل كامل بعد كذا نجي على الفرشة ونخفف الحدة حق الفرشة و نرسم الكلمة نرسم الكلمة عساس انه كأنه كذا شي جميل حبلان الكلمة عرفته كأنه إطار بس مو إطار شي جميلة أهم شي إنه الإيموجي اللي يطلع لنا يكون من وراء شفاف لازم يكون شفاف اللي هو زي ما نشايفين كذا فيه مربعات هذا يعني إنه كويس حنضغط حفظ ونحفظه أنا حافظة إيموجيات مرة كثيرة فما يلزمني نضغط لما نيجي هنا على Overlays مكان الفرشة نضغط على Add Your Own ونختار الإيموجي حقنا اللي إحنا نبغاه وننزله زي ما إتشايفين بعد كذا كل اللي راح نسويه إنه راح نصغرهم ونرتبهم ونحطهم بس كذا حوالينا الصورة عرفتوا كيف أنا شوف إنه الإيموجي يعطوا الصورة كذا طابع مرح وشي جميل وبعد ما نرتبها زي ما إحنا حابين نحفظ الصورة بس قبل ما نحفظها لازم نتأكد إنه المقاسات هي نفس المقاسات اللي سويناها أول وبس كذا نكون خلصنا طريقتنا الأولى وهذا هو ثاني موقعه الذي أعاني من الصعوبات في نطق اسمه الرابط حقه راح يكون موجود في صندوق الوصف طبعا من أجمل المواقع صراحة كل شي فيه جاهز من مقاسات لأشكال فكل اللي علينا نسويه إنه نضغط على كلمة Design وبعد كذا راح تحمل الصفحة نختار أول شي من جهة اليمين اللي هو YouTube Thumbnails نضغط على كلمة Open ونفتح الصورة اللي نبغاها هنا حاولت أكبر الصورة بس لم تضبط معنا فاخترت شكل وحطت صورتي عليه في عيب واحد اللي هو إنه خطوطهم شوية وما يمديكم تختار الخطوط من عندكم هنا أنا كتبت الكلمة اللي أنا كنت أبغى أكتبها أصلاً وزي ما إنتوا شايفين في زيادة أشكال على جهة اليسار العابة الوحيدة إنه أغلب الأشكال تتطلب اشتراكك في البرنامج كشي أساسي عشان تستخدمها هنا فيه استيكارات وفيه أشكال هندسية وفيه خلفيات رح نضغط على حفظ ونحفظ الصورة ويا خلصنا وبكذا نكون وصل لنهاية الفيديو كتبولي في التعليقات أي صورة عجبتكم الأولى ولا الثانية وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب وشوفكم على خير في أمان الله